السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلا خير ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقتي فتحضر واحد الكيك من ثلاث طبقات بيضة واحدة المكونات دياله جد بسيطة وكي جديد منعش ما يتشبعش منه ما نطولش عليكم ونبدو على بركته الله بالنسبة المكونات سنتكلموا عليهم ونحضروا في نفس الوقت هنا عندي الاناء اللي غاد نخدم فيها الكيك هذي اولا الجنواز غاد ندير فيه واحد البيضة واحدة اللي تكون بحرارة المطبخ وهناي القياس غاد نخدمون لكم بالمعلقة خمسة ديال المعالق كبار ديال السكر سانيدة او لا سكر الخاشن وغاد نطرب هذيك البيضة والسكر سانيدة هكذا يعني واحدة طريبة خفيفة وعادة غاد نسم هنا بقشور الليمون الحامض اللي ممكن تعويضه بقشور البرتقال او اللساشي ديال السكر فاني ديال سبعة القرامات الممكن تبقى اختيارية ولكن قشور ديال الليمون الحامض قاعدة واحد المادة قزوين لهذا الجنواز او لا الكيك سوف نطرب هكذا المكونات مزيان كيف ما تلاحظو معي ونكمل العبار بالمعلقة غاد نضيف خمسة ديال المعالق كبار ديال زيت نباتية وغاد نستمر في التطرابع واحدة طريبة خفيفة من كترش ومن بالغوش وغاد نستمر القياس بالمعلقة هنا كنت معصرة البرتقال غاد نضيف خمسة ديال المعالق يكونوا عامرين ديال عاصرة البرتقال اللي ممكن في هاد المرحلة بغيشوا تعوضوه بالحليب ماشي مشكل كيبقى اختياري ولكن البرتقال كان افضل حين هاد الكيك هاد عدنا الاساسي دياله هو البرتقال هاد المكونات مزيان كيف مكتلاحظو معي واحدة طريبة تكون معتبرة وهنا غاد نجيو القياس ديال الدقيق غاد ندير خمسة ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان انا ما كنتش معمرهم مازال غاد نزيد معلقة وغاد نضيف خمارة من فئة ثمانيات لقرامات هنها غاد نطرب الكيك ديالي اولى الخالط واحد شوية غاد يبالي شوية خفيف ولكن هو رهجة شوية خفيف حينت فاش كتكن عبارب من المعالقة هاد المعالقة اللي كنت ندير معامرين شو مزيان ديال الشي عليش غاد نضيف واحد تقريبا معلقة ديال الدقيق الابيض او الفرينة او الفورس وهناي غاد نغرب لها ديال المعالقة اللي ضفت عادة غاد نضيف واحد نص معلقة ديال الخل باش تعطينا واحد الفاش فاشة زوية لهذا الكيك هادية هانتشوفوها معي ان شاء الله مني غاد يضيب الخل كيح ديالي فرق في الكيك ضرور نضيفه ان شاء الله بالاخر صافي هنا هاي الكيك ديالي واجدة وهناي يجبت المول ديالي عندي المول اللي كيتحلم الجوانب ممكن تديروها في مول ديال الزاج اللي يكون مكيتحلش بديروها في المول اللي بغيتو عما تديروش في ذاك المول اللي فيه تقفة في الواسط يعني اي مول عندكم كبيبر هذا القطر دياله 22 سنتيمتر ادهنتو بالزبدة وغبرتو بالدقيق صافي وهنايا غادي الخلط ديالي هانتو ملاحظو الكيك ديالي كيفاش كيجي التكستور ديالي كتجي شوية خفيفة ما تجيش قاس حمدقصة يعني تجيكم في الخالط كتكون شوية خفيفة اقلاحظو معي التكستور ديالي كيفاش دياله صافي هنايا غادي نمشي والفرن بالنسبة الفرن كان بارد وهنايا هاد الصراحة هاد المتيغ اللي مصيبة منا هاد المول هذا كنديرو انا في الطبقة التانية من الاسفل ما كنديروش في اللولة من الاسفل طبقة التانية درجة الحرارة 180 170 وغادي نشعل على الاسفل وغادي نخلها تقريبا 21 ما بين 20 حتى 25 دقيقة حلت على الفرن وبانت ليه تحمرات من الجوانب ولاحظو معايا كن اكد لكم الاخوات اللي عندهم فرن ديال دو ايتيمات راني حاطها في الطبقة التانية بالنسبة اللي غادي نديرو المول على هاد تشكيل هاد هاد اللي كيتحل حين تماشي اليمينيوم وهنايا غادي نطفي الاسفل وغادي نشعل عليه من الاعلى وغادي نخليها حتى تتحمر 15 دقيق يعني المجموع كالتحمر يعني كالتطيب ملأ اسفل ومن الفق 31 دقيقة سفرها غا تكون واجدة سوف يلاحظوا معايا التحرات الغية كالتحمر فاش تشعلوا عليها من الفق حينتش حينتش احنا تديرينا وسط الفرن يعني نطلعينا فالطبقة التانية لاحظوا معايا ردوا معاها البال لتحرق لكم سوف نحضروا الكريمة الاولى هنا عندي نصف لتر ديال الحالب اللي غادي نضيف لي واحد قشور ديال البرتقالة باش نسمو ممكن تنسمو بسكر فاني نسمو باش مبغيتو هاتشي كي يبقى اختياري وغادي نحرك هنا واحد شوي وغادي نضيف هنا ما بينجوج حتى ثلاثة المعالق كبار ديال سكر سنيدة وجوج معالق كبار ديال تميزينة او دقيق الدورة او لناشا هنا ضرورى نضيفهم على البارد مزيان انتو مكتلاح ديال معايا اني كنطرب المكونات على هاتشكلي يعني بقى ماحطتهمش فوق النار غنطربهم مزيان ومباشر غنضيهم فوق النار يوقعن نستمر في التطرب حتي وليلي الخاليط هكدا كريمي يعني كنبقى نضيف من التطرب حتي كيوليلي الخاليط هكدا وضروري كنطربو هات المكونات على البارد باش ميتكونوش هنا واحد الحبيبات اللي هادين يخسرون لنا لمنظر ديال الكريمة لاحظوا معي تشوف الكريمة كيفاش محضرة يعني تبارك الله كتبان انها رطبة وما فياش الكوارات نهائيا وهذا يعني نتيجة اننا طربناها مزيان في البارد عادة حطناها فوق النار سوف هنا مبعد ما طربتها مزيان ورجعت لي هكذا كريمة غادي نحيدها من فوق النار وهنا يلاحظوا معي شكل ديالها وهنا وكا اضافة لبنات لتوفر عندكم الشوكولاتة البيضاء ضيفوها في هاد المرحلة فاش تحيدها من فوق النار انا متوفرتش عندي توفر عندكم بيرلي يكون يعني شي جبن يكون كريمي وحلو او لمسوس اللي كان كيحطي واحد الماداق وواحد تكستير زوين لهذا الكريمة يعني كتهرب داك الماداق ديال نشاء او للميزين الناس اللي ما كيبغيوش كيهرب داك الماداق وكيبقى واحد الماداق زوين كيف ما قتلكم ضيفو لشوكولاتة البيضاء او لأي جبن كريمي ضيفوه صافي هنا مباشرة غادي نضيفو الكيك ديالي اللي شوية بردات واحد شوية والكيك كيف ما كتلاحظو معايا يعني راك تكون ناجحة ورطيط بوشيشة ما تحتاجوش انكم تسقيوها بالبرتقال وليش حاجة راهية مني غادي نضيفو له هاد الكريمة وهذا راه بوح ديتها غادي ترتاب صافي هنا يا من بعد ما طبست الخليط ديالي لاحظو معايا راك يكون شوية عاقت راهنا غادي نخلي عير ما غاديش نديرو فتلاجة غادي نخلي عير على جنب حتى تهدل حرار ديالتو ونكملو باقي التحضيرات يعني لما تحتاجو تديرو فتلاجة صافي هنا هي الكريمة الثالثة او الا او الا الطبقة الثالثة اه بالنسبة لنا في هاد الكيك هادا احنا عندي نسف لتر ديال عاصرت البرتقال اللي عصرتو وانا غادي نضيفو حتى قريبا معلقة ونص ديال السكر سانيدة او للسكر الخاشي اللي ممكن ديرو تلسات المعالق وعندينا واحد جوش فلون يعني ديال درهمو نص فلون بنكهة الفاني اي فلون عندكم بنكهة الفاني استعملو وغادي نطرب هاكدام زيان على البارد اه الصراحة المناعة ديالتنا ضعيفة هاد الايام وال الامراض والله ينسجينا وينسجيكم ويعافينا ويعافيكم من هاد الوباء يعني كنشربو البرتقال بزاف انا لا ضروريك توفر عندي في الدردك شعرش حضرت ها التحلية او لا تاخت ومنها نتكنو عشوية من بعد اه العاصر او لا المهم كتجيزوينا صافي هنا من بعد ما وضعت هاد العاصر البرتقال وولفلون وسكر سانيدة فوق النار حتى وصل درجة الغلايين حيتو من فوق النار وهنا غادي نصفي باش يحيدو ليدوك الشوائب ديال البرتقال انتو ما كيف ما كتلاحظو ما يعني ما كنخليوش حتى كي يعقادنا عمرو ما غادي يعقاد حيت هاد عرف له مافيش ميزينا او لا نشاف هناي من بعد ما صفيتو ركشفتو شنو حيت منو غادي نخلي علاجان بعير تهدا الحرارة ديالتو وهناي الكيويحتوى مزيان يرفع لنا المناعة ديالتنا الكيويحتوى مليئ بالفيتامين سي وزوين انا هناي غادي نزين به هاد الطاقت او هاد الكيك هادي الصراحة المنادر ديالو كي يجيزوين ومفيد لنا في هاد الايام هادي كننصح بيها البنات يعني اه حاولو اتقدو الكيوي والبرتوقال ديرو عاصر ديرو تاغج ديرو تحلية مهم الكيوي والبرتوقال رازوينين بزف بزف كي كتروا لنا المناعة يعني وهكذا والله شافينا ويعافينا يا ربي صافي هنا يا غادي نقطع هاد الكيوي كيف ما كتلاحظو معايا وغادي نزين به غادي نحطو فوق هذيك الكريمة اللي درنا في الاول وهذا غادي ندير هاد طريقة كنديرو المعلقة على الظهر ديالها وكنخويو ادك العاصر ديال البرتوقال اللي كنا نضفنا ليه الفلون جوج ديال الفلون والسكر سنيده وخلينا هم زيان على فوق النار حتى طلعت فيه الغالية وكيف ما كتلاحظو صفيتو وهنا شوية هدات الحرارة ديالتو وخويتو على الكيك ديالي وغادي نخليها تقريبا اه خليها انا خليتها تقريبا واحد ساعة في تلاجة حطيت اعير في البوزيتيفي هير التحت ساعة صفرها شدت رأسه وبردات عبتي منعيشة انا يا كنت خرجت واحد سوية عقليتي غراض ورجعت للبطار والله البردت بي ع عقليتي جيت باردة ومنعيشة وزوينة حيتها من المول كيف ما كتلاحظو معيني كنحيدوه بكل سهولة اه دغية كيتحيد فينا المولة عندما هنية عن قرب يعني كيتحيد بكل سهولة ما تحتاجوش يعني تديرو شي منديل لسخون ولا شي حاجة وتبارك الله جيت الكيك جيت شوية يعني جيت الحجم ديال الكيك انا ولي كيعجبني ما كتعجبني جيتك الكيك اللي كتجي طالعة بزف 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 ذاك الشي علاش نصحتكم ديرو عير بيضة واحدة وخمسة ديال المعالق من كل حاجة غادي تجيكم هاكدا يا كيك اللي شكل ديال هزوي وون وهنا يا شوفوا معي الطبقة الاولى والطبقة التانية تديالة البرتقال جدا رائعة منعيشة لديدة كنصحكم بي وكيف ما قدلكم راه يعني تطلع لكم شوية المناعة فيها الكيوي فيها البرتقال فيها الحليب والكيك يعني راه بسيط شي حاجة اللي بسيطة ماشي شي حاجة كتيرة كنصحكم ان شاء الله تجربونا متأكدة الى جربته وغادي تعجبكم وغادي تعجب حتى ولداتكم والله يعافينا ويعافيكم يرفع لنا هاد الوباء يا ربي وش شافينا وشافي جميع المسلمين ما سخيتش بكم كيف ديما وطبعا اللي عجبتكم الكيك ديالي من ثلاث طبقات وصلوها الاكبر عدد من اللايكات باش نعرف انها عجبتكم ما سخيتش بكم كيف ديما وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله